ما هي بعض الاشياء التي يمكنني القيام بها لدعم شخص متبين العصب دي جزئية مهمة هناك العديد من الاشياء التي يمكن للناس القيام بها لدعم الافراد المتنوعين العصبيا ومن اهم الاشياء التي يجب ان تضاع في اعتبارك ما يلي اول حاجة يستمع قد يشعر الاشخاص الذين يعانون من التبين العصبي بسوء الفهم او الاستبعاد كون على استعداد الاستماع اليهم دعهم يعرفون انك تسمعهم وتحترمهم وتحترم اختيارهم نمرة 2 التواصل بالطرق التي تساعدهم في بعض الاحيان يفضل الاشخاص الذين لديهم اختلاف عصبي التواصل الكتابي مثل المراسلة الفورية او الرسائل النصية او الرسائل البريد الالكتروني عبر مكالمة هاتفية او محادثات وجها لوجه يمنحهم الوقت والادوات التي يحتاجونها بالتواصل نمرة 3 تجنب التسمية القائمة عقيمة يوصل الخبراء بعدم استخدام مصطلحة عالية الاداء وانخفضة الاداء واصل حالات مثل مرضى التوحد غالبا ما يفترضه المستوى وظيفة الشخص استنادا الى مدى تصرفه كشخص طبيعي نمرة 4 ده يوجد شخصات متبينان عصبيان متماثلان يمكن ان تختلف شخصيات وتفصيلات الاشخاص المختلفين عصبيا بشكل كبير حتى عندما يكون لديهم نفس الحالة الاساسية نمرة 5 ده تفترض ان احدا غير قادر او غير زكي غالبا ما يكون لدى الاشخاص المتبينين عصبيا ظروف او تفضلات تجعلهم متميزين او يبدون مختلفين تعامل مع جميع نمرة 6 تعامل مع جميع باحترام يمكنك التطبيع وتزويد الاخرين بوسائل الراحة بطريقة تحترم كرامتهم الانسلية هنا بقى في مذكرة من كليفلاند كلينك بتقول انه التنوع العصبي هي كلمة تستخدم لشرح الطرق الفريدة التي تعمل بها ادمغة الناس في حين ان دماغ كل شخص بيتطور بشكل مماثل الى انه لا يوجد عقلان يعملين بشكل متماثل زي ما قلنا زي بالزبط انه ما فيش اتنين لهم نفس البصمة ما فيش عقلين بيعملوا بشكل متماثل كونك متباينا عصبيا بيعني ان يكون لديك دماغ بيعمل بشكل مختلف عن الشخص العادي او النمط العصبي قد يكون هذا اختلافا في التفضيلات الاجتماعية طرق التعلم طرق التواصل او طرق ادارة البيئة ولهذا السبب يواجه الاشخاص المتنوع عصبيا صراعات مختلفة ونقاط قوة فريدة يمكن للاشخاص الذين لديهم اختلافات عصبية الاستفادة من التعليم في البرامج التي تساعدهم على تطوير نقاط قواتهم واستخدامها لصالحهم ليعيشوا حياة سعيدة وصحية مع السلام